موسيقى مشاهدين على الوطني الأولى مرحبا بكم جميعا في متابعة تونس الاقتصادية في موسمها الثاني والمواضيع التي نرغب جميعا في أن تكون قريبة منكم قريبة من مشاغلكم وتتعلق بالشأن الاقتصادي اليومي وكذلك الحياة الاقتصادية في كل تجلياتها وكل تفاصيلها إذن مرحبا بكم رفقة الفريق التقني والصحفي الذي يعمل هذا المساء معي في هذا البرنامج الذي سيكون في الحقيقة مخصصا لموضوع طالما أرق التونسين ويؤرق التونسين غلاء الأسعار وشفافية مسالك التوزيع ثم في الجزء الأخير من هذه الحلقة سنتناول موضوع صنع في ليبيا وهو معرض اقتصادي هام ضم 150 مؤسسة اقتصادية من ليبيا طبعا مع نظيراتها التونسية هل يمثل فرصة حقيقية للتعاون والشراكة التونسية ليبيا وفرصة أيضا لدعم التشغيل ودعم التنمية الاقتصادية بين الجانبين كل هذه المواضيع في حصتنا اليوم التي نستضيف لها طبعا في الحوار السيد حسام الدين التويتي مدير عام الأبحاث والمنافسة الاقتصادية بوزارة تجارة تنمية الصادرات مرحبا بيك سي حسام مرحبا شكرا على الاستضافة أهلا وسهلا سي علي عبد المولكة تبعا منظمة الدفاع عن المستهلك مرحبا سي علي مرحبا أهلا وسهلا وأيضا الخبير المحاسب والمحل الاقتصادي سي أنيس بن عبد الله مرحبا بكم جميعا شكرا على الاستضافة إذن نبدأ هذه الحصة مشاهدين الكرام بهذا التقرير الذي يلخص ويحوصل التحديات الاقتصادية والمالية في تونس ومن بينها ما يتعلق بالاستهلاك والمواطن ثم نعود يعيش الاقتصاد التونسي أعنف أزمة مالية له جراء تبعات إرث ثقيل من فشل السياسات التنموية المتبعة عمقت حدتها التداعيات السلبية لجائحة كورونا ليدخل في منعرج خطير تؤكده بوضوح مختلف المؤشرات الاقتصادية الحمراء ويتجلى أكثر على مستوى العجل غير المسبوق في توازنات المالية العمومية وتجسده حالة الانكماش الاقتصادي وانعدام خلق الثروة مع شحن في الموارد المالية بخزينة الدولة ونقص حاد في السيولة وصعوبات كبيرة لتمويل الموازنة فيما تبقى من هذا العام مع هامش تحرك صعب وذيق في مخاطر عالية في السوق المالية الدولية بعد التخفيض السلبي للتصنيف السيادي لتونس ينضف إليه تراجع احتياط العملة الصعبة وارتفاع نسبة الدين العموم الذي تجاوز بكثير مستوى المئة بالمئة من الناتج الداخل الإجمالي وهو ما يعني أن البلاد قد دخلت بقوة فيما يسميه البنك الدولي بالتداير الخارجي الحرج أو المفرد ومما لا شك فيه أن هذه الأزمة الخانقة تلقي بذلالها أكثر فأكثر على التفاصيل اليومية في حياة التونسيين الذين أرهق قدرتهم الشرائية لسنوات مستوى تضخم عال تجاوز الستة بالمئة غذاه الارتباق المتواصل على مستوى محركات النمو والتي شهدت نسق تراجع في معدلات الاستثمار إلى النصف على حساب ارتفاع نسب البطالة إلى حدود السبعة عشر بالمئة وضع اقتصادي ومالي واجتماعي يزداد سوءا يوما بعد يوم ولم يعد الحد من تداعيته والتقليص من آثاره على الجميع بالأمر الهين والبسيط خصوصا وأن البلاد باتت على صفيح ساخن أمام تصعد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات بما يشير إلى أن القادمة سيكون أصعب حقيقة تزيد في مخاوف الخبراء والمراقبين في الداخل والخارج مع تواصل غياب خطة اقتصادية واضحة المعالم تخرج البلاد من هذا النفق المظلم وتوفر الحلول العملية وتسرع بالإصلاحات اللازمة لإنقاذها من العتمة وشبح الإفلاس وتشفي غليل المواطن الباحث يوميا على بعض الأساسيات المعيشية والتي على بسطتها تكاد تكون شبه مفقودة كالغذاء والدواء مرحبا بكم إذن مشاهدين الكرام نبدأ معك سيانيس طبعا مؤشرات حمراء في أغلبها في الحقيقة خلينا نكون واضحين هل أن تونس على شافة الإفلاس فعلا كما يقول بعض الخبراء الوضعية المالية العمومية ووضعية صعبة ونختلفوش فيها نسبة التدائن من تونس اللي هي مش تتزاوز الناتج الداخلي الخام اللي هي نسبة تاريخية ونسبة اختيرة برشا معناها اليوم ونسبة التدائن وأحنا عنا تأخر كبير في القيام بالإصلاحات معناها منذ سنوات وحنا نديوه بالقيام بالإصلاحات والشيء هذا ما صارش حاجة أخرى مهمة اللي هي تاراجع نسبة النمو تاراجع الاستثمارات في تونس وكذلك تاراجع نسبة الاستثمارات حتى لسنة الفين واحد وعشرين بنسبة خمستاش في المياه حسب ما صرحت به وكرة النهوض بالصناع والتجديد وهذا الكل معناها ما يساهمش في خلق الثروة ونشوفه معناها حتى بالنسبة للقانون المالية التكميلي سنة الفين وعشرين اللي ما زال كيف اصدر واللي نشوفه معناها مصارية في الدولة اتزادت ونسبة العجز اه مش تتزاد وكذلك ثم توجه نحو التدائن الداخلي على خاطر ما خلطناش على تعبئة المواد الخارجية للدولة حسب ما كان مبرمج في قانون المالي الأصي سنة الفين وعشرين وهذا متوقع عليش على خاطر اول حاجة معناها نسبة النمو اللي هي متوقعة كانت والفرضيات اللي تبنيت عليها ميزانية الدولة لسنة الفين وعشرين ما كانتش حقيقية معناها خاصة بالنسبة في سعر معناها برميل النفط اللي هو تجاوز بكثير الفرضيات اللي بنا عليه قانون المالي لسنة الفين وعشرين نسبة النمو ما تحقتش وما يش ما تتحقق وهذا الكل معناها بشي خلي وضعية مالية صعبة نعم هذا طبعا كمدخل اولي لهذا الموضوع دينا بالعام الحقيقة لكن نحن نمشي للمدخل ربما بشكل اخص في موضوعنا اليوم لانه سنعود لهذه المواشرات مع عرض التضخم مع عرض نسبة البطالة يعني في اتباعا في هذه الحصة بتسلسلها الزمني سي حسام دين التويتي اهلا وسهلا مرحبا بوزارة التجارة وشكرا على تلبية الدعوة في الحقيقة انتم تخدموا في رقم رقبة اقتصادية تتبعوا في مسالك يعني التوزيع يعني هناك العديد من العمليات التي قمتوا بها تقريبا وصلتوا من 15 اكتوبر لتوى 13 الف عملية مراقبة لكن ما زال هناك يعني بعض الاشكاليات خليني نقولوا على مستوى الاسعار خليني نبدأوا بالاسعار السعر برشة شكاوة من الخضر بدرجة اولى ثم الغلال ثم الاسماك والدواجن بطبيعة التوى قبل من جيه للزيت المدع يعني لو كان تعطينا احنا وين توى فلندكس في مؤشر الاسعار بشكل عام؟ هو بالنسبة للمؤشر الاسعار وقفة المستهلك التونسي فيها العديد من المكونات المواد الغذائية والسلمة على المواد الغذائية هي مكون من المكونات هذية في مجال الخضر يعني تقريبا اليوم الوضع متع السوق هو وضع مريح صحيح كانت في الفترة السابقة ل 15 اكتوبر كانت فما منحة تصاعدي لأسعار أغلب من الخضر والغلال والاسماك الوزارة التجارة يعني اتدخلت على الموضوع هذا ببرنامج رقابي خصوصي سميناه البرنامج الاستعجالي كان الهدف منه هو وقف الزيادات المشطة في الأسعار والتقليص في مستوياتها تدريجيا تقريبا انجحنا في هذا في مادة الخضر يعني فما تراجع مريح في أغلب الأصناف معناه باستثناء بعض النوعيات كيف كيف في الغلال تقريبا التراجع في الخضر كان بين 14 و36 بالمئة على مستوى أسعار الجملة وصل معناه الانخفاض إلى 28 بالمئة على مستوى التفصيل هذا خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر مقارنة بالنصف الثاني من شهر أكتوبر كيف كيف معناه بالنسبة للأسماك سجلنا تراجع إلى حدود معناه 12 بالمئة الدواجن اليوم الصحيح وصلت إلى مستويات قياسية في بداية شهر أكتوبر معناه وتجاوزت 8000 مليم الكيلوغرام اليوم معناه الأسعار انخفضت معناه بشكل لافت للمادة هذه واللينا نحكيه على مستويات معناه دون السبعة دينارات كيف كيف بالنسبة لمادة الإسكالوب اللي كانت تقريبا في حدود 16 دينار اليوم وليت معناه في حدود 13 دينار مادة البيض أيضا في بداية شهر أكتوبر سجلت منحة تصاعدي معناه وفاتت حتى مستويات معناه الـ 1100 مليم الأربع بيضات اليوم تقريبا فيما استقرار في حدود 980 مليم البيضة هذوما المواد اللي نقولوا أحنا يومية للمستويات معناه عمرنا ما شفنا مثلا التفاحة بـ 800 مليم والأنزاص بـ 6000 مليم وعليش الغالاء حتى المدنينة والبورتغين اللي احنا منجين في الشرق يعني الشرق البلاد التونسية في الكابون عليش الغالاء هذين؟ هذين كما تعرف معناه مواد فلاحية ترتبط يعني بمعطيات الانتاج وتتأثر بالعديد من العوامل سمحني بعد ابنك تمشي للسوق الجملة تمشي رخيصة هذين هي الحلقة المفقودة عليش توصل للناس غالية خاصة نفكل مسالك الغير مراقبة اللي هي على الطرقات وما نحكيه وش على الأسواق عليش الحلقة الهذية عليش وزارة التجارة لم تتمكن إلى حد اليوم من تحديد هذه الحلقة المفقودة ومش لن تتمكن وزارة تجارة هو عملها اليومي المراقبة متع تجاوزات هذية اللي تم أنت في بداية تقديم متاعك تقريبا قلت اللي فهمها وصلنا معناها 13 ألف مخالفة وهذا هي رقم قياسي بالنسبة للأشهرة العادية بالنظر إلى قلة عدد المراقبين مقارنة بعدد المراقبين مقارنة بالمجالات اللي دخلت فيها مصالح وزارة التجارة تيلت معناها الشهر الفارط الكل تقريبا 13 ألف مخالفة هذا هي رقم معناها مضاعف للعمل الرقابي في الأشهرة العادية وهذا ما نتفاعله حسب المستجدات وحسب الوضع متاع السوق وقت اللي تبدأ معناها السوق فما استقرار في الأسعار ما ندخلوش يعني ندخلو في قطاعات أخرى لأنه عنا العديد من المجالات اللي تهم حماية المستهلك في جانب المقدرة الشرائية متاعه وأيضا في جانب الصحة والسلامة متاعه وعنا مواد مدعمة نشتغل عليها وعنا العديد معناها من المجالات الأخرى مجالات المنافسة مجالات الأسعار مجالات المترولوجيا القانونية نحن نوجه العمل الرقابي حسب الأولويات حسنا عنا صورة حسنا تجسد عملية المراقبة خاصة في السوق المركزية وغيرها طول زملاء يعني في قاعة الإخراج يعد يهمنا طول نجيوا لأولا المضاربين وهذه الغرف المظلمة والكهوف المظلمة تخزين اللي هي مش الكبيرة في الحقيقة يعني تمنع لتونسي قوته والحصول بشكل معقول على الأسعار تولنا أرجع لك ومش كي نرهو الغلة والخضرة والأسماك والدواجب تم حتى الحديد وغيرها ما اللي هو من مشمولات وزارة التجارة توجيبنا عليه سيح وسام بعد قليل الفضل عندكم مش مواخذات في الموضوع عن تومسي عليهم طبعا المنظمة منظمة الدفاع على المسالك هي مواصلة عملها في العنايب المستهلكين على جميع المستويات وكذلك ترشيد المستهلكين وحمايتهم في عديد المواضيع خاصة في المدة الأخيرة بصراحة كما ذكرت لحظنا الأسعار تفعت بسعر بطريقة مهولة كذلك لحظنا القدرة الشرائية للمواطن يعني هي صارت في انحدار تام ما هي أكثر المواد التي تخلقت منها المنظمة على مستوى الغلاء؟ هي المواد الغلائية خاصة الخضروات بالتركيز أكثر شيء على مواد الخضروات أو مواد البناء في هذه المواد عديد من التشبكيات تخص مثلا مادة الحديد الحديد مفقود على مصور السوق هناك احتكار هناك موضوع غير واضح للعموم المستهلكين يعني عديد من الأشغال هي قاية من هذه اللحظات كانت وقفة على سير عملها بالتالي نرجع شوية للقفة المواطن كي تمشي هنا تلسوق على مصور المستهلكين يعني القفة ترجع فارغة ما عاشك مقبل بصراحة 20 دينار و30 و40 ما عاشك تعمل حتى شيء للمواطن تونسي الحقيقة يعني تشكيات عديدة توصل المنظمة هاتوا جيت فصل هنا التشكيات هذه بعد ما نشوفه احنا من بين المواد اللي تفضلت بذكرها يعني المواد الأساسية طبعا من بينها الزيت النباتي المدعم اللي هو عمل مشكلة كبيرة يعني في الأسبوع الماضي وفي الحقيقة يعني من المواد الأساسية اللي المواطن يهتم بها ويقول لك إذا كان مثلا ما يشي زيته خبز في الدار مثلا ما حتى شيء آخر زيته قمح يعني بالأحرى فالهنا هذه قوت التونسي هذا تمسه في قوت التونسي فما بالك انفقدت هذه المادة وأصبحت تباع طبعا بأسعار خارج عن الطاق المراقبة وكذلك أصبحت رهينة في أيدي المضاربين نمشي للقصرين وهذه الاستجوابات مع عدد من المواطنين حول هذه المسألة طبعا هذا الزيت النباتي المدعم أيضا مسألة الحديد مسألة المواد المتعلقة بالمياه المعدنية أيضا التي هي ما تشهدت بعض الأسعار فيقول لزملاء حاضر الاستجوابات ثم نعود المشكلة الزيت راه مشي من مزاودين ومشي من العطارة مشكلة الزيت من وزارة التجار الزيت اليوم أمس أعطت كميون للمعمل أعطانا كل يوم كل الكليون خمسين جيجو خمسين جيجو راه ما تعملش حد شي العطار بشتوستجيض عطي العطار زوز جيجاوية ثلاثة جيجاوية ما ينجمش يوفق الكليونيته حتى هو غاد صوري هذين المعمل أمس مشاه جاب السلعة اليوم ما يمجيش نحب أن نوضح أن الكمية اللي جينا راه غير كيفية اليوم مثلا جيتنا خمسين جيجو وهكم تشوفوا في العباد الموجودة معناها الحير روح تكفيش يوزعها الكمية اللي جيبوها للمعمل مش حتى للمعمل ما يعطوهمش الكوتال اللي كانوا يأخذوا فيه قبل المطلوب توفير وتدعيم الجهة خاصة الجهة المناطق الضل ومناطق التهميش هذه رهم في جوية أخرى ما يستحقوش زيت المدعم تقريبا خمسين الف نسمة في تيلة يوصلوها كما هكا خمسين جيجو تقريبا ستمية لترو روح معناها مش ريبتور معناها عبارة ما بعثت لهم شيء معناها تقريبا مش تزود كي يبدأ كل مزود بش يعطي إيترال عائلة ستمية عائلة أول غيثة قطرة كما يقولوا فيها بدنا اليوم في أول توزيع بصحب التجارة كل شركة بشتوخذ خمسين جيجو وتوزح على المواطن بدون باية مشروط حسب تصريح مديرة التجارة لكن ثم مشكلة أنه التجارة تشك قال لك خمسين جيجو مكافي نيش نعيش بش نعطي المواطن للعطار العطار بش بش يعطي ثلاثة جاوية ثلاثة جاوية وجودنا اليوم بوحدة تعليب بمدينة زيت النبات المدعم بولاية القسرين هو في إطار أعمال وزارة التجارة للتصدي لمختلف مظاهر المضاربة والاحتكار في جميع المنتوجات الحساسة وبمختلف مسالك التوزيع وكذلك زيت في إطار تفعيل المنشور المرجع للوزارة اللي هو معناها من بين النقاط اللي يبينها ضمان انتظامية التزويد طبعا السجوابات كانت لعدد من المواطنين والسيد مدير مكتب منظمة الدفاع المستهلك في القسرين وكذلك مديرة التجارة الجهوية المديرة الجهوية للتجارة بالقسرين التي عقبت على مختلف المداخلات نرجع لك سيحسين زيت المشكلة هل انتهت أم أنها في طور ربما الحل بشكل ربما نهائي هذا ما نتمنى هو ان شاء الله هو في طور الحل بشكل نهائي الموضوع هذا صحيح صارت الفترة اللي فاتت في اضطرابات في التوزيع المادة هذه اليوم بدارنا سق يرجع إلى مستويات العادية وزارة تجارة أيضا معناها هي متدخل في المنظومة هذه متع تزويد البلاد بمادة الزيت النباتي المدعم وبتنظيم المسالك متع التوزيع متاحها اليوم حطت برنامج استثنائي لمتابعة المادة هذه اليوم انطلقنا في شهر نوفمبر في توزيع كمية 9000 طن بدأت منهار 23 نوفمبر الكميات هذه تتروج من ديوان الزيت لفائدة وحدات التعليب تقريبا إلى حد اليوم وصلنا إلى 2515 طن تم توزيح لوحدات التعليب وحدات التعليب قامت بتعليب الكميات هذه وتوزيح على تجار الجملة تقريبا في الأربع أيام أكثر من 2 مليون لتر من المادة هذه تم ضخها في مسالك التوزيع التوزيع هذه الاستثنائية متع الفترة هذه كون وزارة التجارة حطت منظومة متع أكثر متابعة وأكثر دقة في الجانب هذه بالاعتماد على زوز محاور كبرى المحور هو متابعة الحركة المعاملات تقريبا المادة هذه انطلاقا من تطبيقة رقمية التي تم تطويرها تطبيقة هذه تربط مختلف المتدخلين من ديوان الزيت وحدات التباحة لينتوصل وحدات التعليب ثم التباحة من وحدات تعليب إلى تجار الجملة فقط انطلاقا من تجار الجملة وما شفتوا أكيد حتى في ولاية القسرين الحضور الميداني متع أعوان ومصالح المراقبة هو المرافقة متع الكميات هذه تصل إلى المسالك التوزيع بالتفصيل ومن ثم للمواطنين الهدف من هذي الكل هو قطع الطريق أمام كل محاولة مضاربة أو محاولة تلاعب المادة هذه التي لا يخفكم فيها العديد من الاستعمالات المهنية اليوم الغير مشروعة التي على حساب أكل فئات التي موجهت لهم المادة هذه تمشي إلى استعمالات صناعية في المرطبات في عديد المنتجات في المطاعد ما حصل في هذا الاتجاه هذا دور رقبي الدور الأولاني هو تنظيم المسلك ومراقبته إلكترونيا وأيضا ميدانيا بتواجد أعوان المراقبة والحصص هي موزعة بشكل عادل بين الجهات وبين التجار وغيره موزعة على وحدات التعليم وتنظيم عمليات التزويد كما تشوف قاعد يتم عن طريق الإدارة الجهوية لأن الكميات قاعد يقع ضخة تدريجيا بش ما تقعش أكل اللهفة ولا تقع تعطي معناها المنطقة على حساب منطقة أخرى واذاك عليش حتى كنشفته في التقرير بعض التشكيات يقول لك معناها الناس كل تاخذ شوية شوية والكمية ما تكفينيش هذي رأي الكمية بش تقعد موجودة حتى إلى معناها نهاية معاشهر ديسمبر أيضا بش تدخل كميات أخرى بش يرجع أن السق العادي اللي هو في حدود الحاجات الشهرية منتع البلاد لتقريبا أربعتاش نلف وخمسمائة طن لك المادة هذي زادة رأي وفما ظرف عالمي يحكم معناها في المادة هذية رأي مش بسهولة معناها بش تلقى متوفرة في الأسواق العالمية والأسعار متاحها رأي ضعفت على مستوى الأسواق العالمية طيب وواضح إن شاء الله خطر لأنه مشكلة الزييد يكون النسق عادي متاع التزويد في يوم معاش تلقى حتى دبوز عم تعزيز معناها هنا كل قصة هذيك هي لتعمل مشكلة للمواطن في الحقيقة هنا معناها ثم مضاربة ثم مضاربة ثم مسلك القص هنا إذا ما وزارة التجار على الحقيقة تحط الإصبع متاح على الداء وتحصر أكثر هؤلاء المضاربين سيانيس أولويتنا في الفترة بالضبط سيانيس مشكلة ما هو المشكلة هنا وكيف نعالجوها على مستوى خاصة المواد الأساسية هذه مشكلة مساكل التوزيع مسكل قديم ومتجدد وهذا المشكل راهه في جميع القطاعات يعود لعديد السنوات ومعناها ثم راهه مشاريع صارت منذ سنة 2002 و2006 وتم معناها أحداث هياكل المراقبة هذا والإشكال الكبير متاع التوزيع هذا أنه كاملة وفيها جميع قواعة الرقابة الداخلية لتخلينا نتبع هذه المنتوجات وكذلك غياب المنظومات المعلوماتية التي تخلينا الشيء هذا وكذلك ضعف عدد المراقبين معناها عنا 691 عون مراقبة في 2018 900 مسلك توزيع وهذا نعتمد للأمانة العلمية نعتمد على الأرقام التي صدرت في تقرير محكمة المحاسبة التقرير عدد وهو تقرير مرجعي والذي هو تطرق المشكل مساكل للتوزيع وخاصة المنتوجات الفلاحية وشاف خلال سنة 2008 تم الدولة التونسية قامت باتفاقية قرض هيبة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتعصير مشارك التوزيع ولتحسين البنية الأساسية ورغم كذلك أنه هذه المشاريات أنجزت بصفة شصئية وأنه المنظومة المعلوماتية ما تمش إنجازها رغم أنه تم تخصيص 3.5 مليون دينار للشيء هذا وكذلك مراجعة الأسواق الجملة تم توجه نحو حصر في 9 أقطاب أسواق جملة فقط في حين لأننا اليوم معنا تقريب 82 سوق وهذا تعادل الأسواق يؤثر على العرض والطلب على خاطر عوث أنه نركز العرض والطلب في أقطاب اقتصادية قاعدين نوزع في الأسواق في العديد من الأسواق ونلقوش تلاقم بين العرض والطلب وهي كوين تحصل المضاربة هذا من ناحية من ناحية أخرى هذه الأسواق الجملة راي أسواق تفتقد لأي منظومة معلوماتية والدولة قاعدة تخسر في مداخل مهمة جدا معنا في سنة من السنوات تم تقدير أن البلادية تخسر في تقريب 140 مليون دينار والدولة تخسر في 93 مليون دينار لصندوق المنافسة وهذه أرقام مهمة جدا قاعدة تخسر فيها الدولة إلى جانب غياب المداخل على الضرائب التي الدولة قاعدة ما هيش تراقب فيها ولذلك عنها من الحلول يجب أن نوضع منظومة معلوماتية متكامل أنه يبدأ من الأسواق الجملة يوصل حتى لتجار التفصيل والدولة مداخل والنسبة لتجار التفصيل اللي حبوا يتجروا في المواد الأساسية والمواد الدعمة يجب أن ينخرطوا في منظومة معلوماتية دي كاسور ريسترس سي مبليكاتور الانخراط هذا صعيب في تقديري أنا ويزموا برشة تحسيس وبرشة توعية وحملة كبيرة تقوم بها وزارة التجارة من أجل تحسيس ثم ناس لحقيقة تقول لك أنا كل نهار ونهار وعند معاملات لمنظومة معلوماتية كيفاش نوصلوا لهنا نقلع ناسها دوما والتجار خاصة استراتيجي اللي اخذت وزارة التجارة في الفترة الأخيرة معني تقريبا عنا سنة واحنا نشتغل ومعني على الموضوع هذي في مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحر ربما باش نعطي بعض الأمثلة اليوم سوق الجملة بالقصعة اللي هي سوق مرجعية مثمانية أسواق ذات مصلحة وطنية خاطر أسواق الجملة تنقسم أسواق جملة ذات مصلحة وطنية وأسواق جملة ذات مصلحة جاوية تقريبا عنا خمسة وستين سوق اللي هما ناشتين حاليا فيمثمانية أسواق ذات مصلحة وطنية سوق بير القصعة هو المعاملات فما النظام معلوماتي هو سوق نموذج سيري المفهول سوق نموذجي هذا ما ضابنا نشوفوه في كلام الجمهوري زدناه في شهر أوت الفارض أطلقنا تطبيقة رقمية لمخازن التبريد هذي باش تمكن معناها من حصر المنتوجات الكل والمتدخلين الكل وتوجيه العرض باش ما يقعش التشتت اللي كان يحكي عليه سيانيس وغادي تكوين الأسعار كي تشتت العرض تكوين الأسعار يولي موش بطريقة سليمة مع المجهود الرقابي اللي يوجهه الكميات نحو المسالك المنظمة نفس الشاي في المواد المدعمة تقريبا الكل اليوم عنا تطبيقات إعلامية قاعدين نطوروا فيها وقاعدين نوسعوا في نسبة اندماجها باش تولي متكاملة ومندمجة وتشمل حلقات الكل وهذا بشي سهل لنا عملية المراقبة عملية الاسترسال وأيضا معناها توجيهها للمسالك القانونية ومستحقة نعم شكرا أرحب بضيفي السيد عبد السلام الفرجاني رئيس اللجنة العليا التحبيرية لمعرض صونيعة في ليبيا مرحبا بك التحق بينا شكرا على تلبية الدعوة أهلا سهلا بك سيكون لنا حوائر حول هذا الموضوع طبعا بعد الجزء الأول المخصص للتجارة الداخلية ومسالك الأسعار في تونس لكن تحب تقول كلمة مرحبا تفضل يا ميس أولا بصراحة نرحب إذاعة الإذاعة الوطنية التلفزة التونسية تلفزة التونسية تلفزة التونسية تلفزة الوطنية الأولى نعم على تغطية هذا الحدث بصراحة كانت في الموعد الحدث كان حدث ناجح بامتياز للطرفين كل الأخوة اللي زاروا الحدث كانوا ممنونين ونحكي عليه بالتفاصيل إن شاء الله بأكثر تفاصيل لأنه معرض مهم جدا في الحقيقة وحظي باهتمام حتى يعني إعلامي دولي إضافة إلى الزوار الذين قصدوا هذا المعرض من أجل اطلاع على الصناعة الليبية ومساعي توطين الصناعة الليبية أيضا هذا مهم جدا وتحكينا على النيجر وتحكينا على تشاد وغيرها مرحبا بك سعب السلام يعني حتى تحدثنا منذ قليل على المضاربين والمهربين وغير ذلك رئيس الدولة في لقائه بوزير التتجارة وتنمية الصادرات مؤخرا أكد على هذا الجانب وأكد على ضرورة يعني سن القوانين من أجل وضع إطار تشريعي يطوق هذه الظاهرة الغريبة التي تحرم التونسيون التونسيين من قوتهم وكذلك من تزيد من المعاناة اليومية في خصوص المقدرة الشرعية نتابع بغتطف من هذه الكلمة ثم نعود يريدون تجويع الشعب والتنكين به هناك العديد من البضاء التي اختفت من الأسواق الحديد مثلا الأدوية عديد البضاء التي اختفت فجأة من الأسواق وموجودة في مخازن هؤلاء المجرمين الذين يضاربون ويحتكرون ويريدون التنكين بالشعب واختلاق الأزمات لإدارة الأزمات بالنسبة إلى الحليب أو بالنسبة إلى المواد الغذائية أو بالنسبة إلى مواد البناء الحديد مثلا اختفى من الأسواق وهو موجود في المخازن ولا بد من تطبيق القانون تطبيقا صارما على هؤلاء أيضا هناك النصوص القانونية الموجودة التي تمكن الدولة من التسير فلا مشارة إلا لترك بعض المواد الأساسية موضوعا للمضاربة والاحتكار ما هي القوانين التي تحض من هذه أو تقضي عليها نهيين في الحقيقة مضابين عشان نشوفه المهربين والمضاربين في جنوب البلاد وفي شمال الغربي في مختلف المناطق يعني في الساحل في شمال الشرقي في كل المناطق هناك عمليات مضاربة لابد من وضعها سي أني استفضل عندك تعليق الحل القوانين موجودة وهذا الإشكال القوانين سواء في ميدان التجارة ولا في الميدان الجباية الإشكال هو بيدو يعني يجب وضع منظومات قادرة على معناها الحد من هذا التهرب ومن هذا المضاربة معناها والحل بالنسبة للدولة إذا كانت حابة توصل للرقم نوطول حابة توصل للنتائج هذه يلزم الدولة تضع هذه المنظومات على ضمة جميع المتعاملين كان مشكلة ترقمنا يا سي أني سراهو مشكلة متاع أنك يجب أن تكثف من المراقبة ثم معادها دبوات ثم مهضاربين وثم مهربين أيضا قاعدين يعبثوا بالحقيقة بالبضايا التنسية سي ناجح إذا كانت تكون عندي إنا بلاتفور إلكترونيك كاملة معنا تكون عندي تعطيني المعلومات الكل وتعطيني تتبع جميع البضائع في جميع المناطق هذك الكل نجم أنقومه بعمليات مراقبة إلكترونية تعطيني المخالفة هذا اللي يدخل بشكل شرعي عبر القنوات الرسمية عبر القنوات الرسمية برا وبحرا وجو هذا من ناحية والبضايا الأخرى اللي هي تدخل بطريقة ربما مشبوهة وسري هذك من ناحية من ناحية الأخرى يلزم عمليات رقابة فشئية تقوم بها يكونوا بها أعوان المراقبة ويجب تأهيل على أعوان المراقبة ووضع جميع الإمكانيات المادية واللوجستية على ذمتهم وكذلك تكوين الأعوان تقوم بعمليات المراقبة هو توحه في حدود 800 800 يغطيو جمهورية كاملة لكن تزيدهم تنحي الوسائل خطر الأعوان ما يكفيش لازم عامل وسائل معناها تلقى العدد ينقص أكثر لحقيقة قاعدين عاملين مجهودات أكبر قاعدين معناها يشتغلوا في معناها ساعات على كما يقولوا فيها على زوز مراحل ويتعرضوا حتى للتعنيات صحيح بالرغم من محدودات الإمكانيات عاملوا مجهود كبير ونحيوها عليهم بالمناسبة هذية خاصة خلال الفترة الفارطة وهذا اللي مكننا معناها متحكم في أسعار بعض المنتجات اللي كانت منفلتة وأيضا معناها قاعدين نتابعوا في الوضع متع تطور الأسعار وندخلوا ونشوفوا يعني انحرافات في مسالك التوزيق نعم القوانين لموضوع تورسان اللي حكي عليها سي أنيس الأستاذ أنيس بن عبد الله هل هي كافية ثم أنه نجمشوا تمروا للزجر في الحقيقة يعني حتى لراضع كل المخالفين بل مجيكسي علي في هذا الموضوع بالذات هو القوانين اليوم موجودة البعض منها يعني اليوم ساري المفعول ويصلح للوضعيات الحالية البعض الآخر بالرغم اللي هو موجود لكن لم يعد مواكب لخصوصيات معناها المرحلة لتطور الممارسات التجارية اللي في السوق وأيضا لخطورة هالممارسات هذية والعمليات متاع التلاعب هذيك عليش احنا عنا برنامج ايضا تشريعي في تنقيح القوانين هذوم وفي الإطار هذي قاعدين نشتغل على مرسوم لمزيد معناها ضبط مسالك التوزيع وزجر الممارسات الاحتكارية المرسوم هذي يستهدف حلقات اللي هي مفصلية كما حلقة الخزن حلقة شيراء على رؤوس الأشجار وحلقة النقل المنتوجات هذية اللي من الأبواب هذي قاعدة تدخل معناها النشاط المضاربين وقاعدة معناها السلع ما هيش قاعدة تمشي للقنوات الرسمية اللي تخلينا نتحكم في الجانب هذي أيضا قانون المنافسة والأسعار اللي هو اليوم يعني قانون سيري المفعول أيضا فيه معناها مراجعات لمزيد تطوير صلاحيات أعوان المراقبة وتأهيلهم أكثر للتصدي للعمليات هذية وعلى ذكر معناها التسعير احنا ادخلنا في شهر أكتوبر يعني السيدة وزيرة التجارة قامت بإصدار معناها ثلاثة قرارات تسعير مواد اللي هما شملت البطاطا شملت البيض وأيضا معناها شملت بعض البيض